موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أحييكم مشاهدي الكرام وأرحب بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج دين ودينار نتناول الليلة قضية مالية معاصرة أعتقد بأن الكثير مهتم بها ويسأل عنها دائما قضية لها صلة بالحوالات المالية والصرف النقود والمتاجرة بالذهب لا سيما من خلال وسائل الاتصال الحديث المعروف اليوم للحديث عن هذه القضية معنا فضيلة الشيخ عبد الستار القطان المدير العام لشركة شورى للإستشارات الشرعية فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله حياكم الله فضيلة دكتور أبدأ معك في موضوع الحوالات المالية وبلا شك أن هذا الموضوع وهذه القضية لها علاقة بالصرف تعريف حقيقة الحوالة النقدية أو المالية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين تحية لكم أخي الدكتور غسان ولجميع المشاهدين الكرام وحقيقة الحوالة المصرفية أو المالية التي نتكلم عنها هي كما أشرتم في التقديم أنها لا تنفك عن عمليات الصرف وباب الصرف كما هو معلوم من أكثر الأبواب كما يقولون دقة في الفقه الإسلامي وعلى كل حال الموضوع الجميع يحتاج إليه ولذلك كان لابد من التصدي إليه فنستعين بالله أولا وآخرا ثم نقول أن الحوالة المصرفية تختلف عن الحوالة التي تكلم عنها الفقهاء في الشريعة الإسلامية أو في أبواب الفقه الإسلامي المعروفة فالحوالة المصرفية مقصدها نقل المال من مكان إلى آخر ولذلك يعرفون الحوالة على أنها بتعريف بسيط أنها وسيلة لتحويل النقود بطريقة إلكترونية من مكان إلى آخر أو حسب تعريف فيه شيء من الصبغة القانونية أنه أمر صادر من مصرف إلى مصرف آخر بناء على طلب العميل وطبعا قد يكون هذا المصرف الآخر هو فرع للمصرف الأول في البلد ذاتها أو في بلد مغاير بتسليم مبلغ معين لشخص مسمى باسمه يفهم من هذا التعريف بأنها طلب يصدر من العميل وأمر ينفذه البنك فيصدر أمرا لتسليم مبلغ معين لشخص معين في بلد آخر وفي مكان آخر غير المكان الذي فيه العميل الذي صدر عنه هذا الأمر نعم فضيل الدكتور أنا كنت أود أن أسألك عن العلاقة ما بين الحوالة الفقهية إذا صح التعبير والحوالة المصرفية أو النقدية التي نتحدث عنها لكن ربما عند التكييف ربما نتحدث عن هذا الموضوع لكن وأنت تتحدث عن مفهوم الحوالة وتبسيطه ذكرت المصارف هل يشترط أن يقوم بالحوالة أو المتعاقدين هنا يكونوا مصرفين أم ليس هذا أمر شرطا لا ليس شرطا نحن لما ذكرنا باعتباره الأمر الشائع والأكثر تداولا وهو أن يتم عبر المصارف ولذلك سميناها الحوالة المصرفية وإلا لو قلنا الحوالات أو الحوالة المالية أو الحوالات المالية لكان أشهم لأنه كما لا يخفى على شريف علمكم أن الحوالات اليوم تتم عن طريق مكاتب الصرافة النقدية ومكاتب مخصصة للتحويلات الخارجية فليس شرطا أن يكون التحويل من خلال مصرف وإنما المقصد هو أن نفهم الآلية نعم فضيلت الشيخ كما تعلم أن الحوالة العلماء قسموها إلى قسمين داخلية وخارجية لو بيّنت لنا هذه الأنواع وما المقصود بها هذا التقسيم التقسيم الحوالة إلى داخلية وخارجية هو باعتبار مكان الشخص الذي يتلقى مبلغ التحويل فلو كان هذا الشخص موجودا في البلد ذاته نعم فهذه الحوالة تسمى حوالة داخلية وإن كان الشخص موجودا في بلد آخر خارج القطر الذي فيه تتم الحوالة أو عمل الحوالة فهذه تسمى حوالة خارجية فالتقسيم طبقا لمكان الشخص المحول إليه خارجية أي خارج البلد وداخلية أي داخل البلد ذاته في منطقة أخرى كان مثلا نحن في المملكة العربية السعودية فيتم التحويل مثلا من مدينة الرياض إلى جدة نعم فهذه حوالة داخلية داخل القطر ذاته أو يكون أحيانا من فرع البنك في الرياض إلى فرع آخر في الرياض ولكن في منطقة أخرى جميل هذه تسمى حوالات داخلية نعم أما الحوالات الخارجية فكأن يحول من الرياض أو من جدة إلى مثلا دبي أو إلى الكويت أو إلى لندن أو غيرها من المدن طيب الآن لو دخلنا بصميم الموضوع كيف من الناحية الفقهية فضيلة الشيخ كيف نكيف سواء الحوالة الداخلية أو الخارجية يعني الذي يظهر أن الحوالة لا تختلف لا يختلف تكيفها الفقهي ما بين حوالة داخلية وخارجية كما ذكرنا في التعريف أن المقصد من هذه الحوالات التي يقوم بها الناس هو نقل الأموال أو إيصال الأموال من مكان إلى آخر أو من شخص إلى آخر وتتم عبر مؤسسات تتولى عملية النقل أو إيصال النقود فقد لا يتحقق النقل الفعلي وإنما هي عملية إيصال ولعل الإيصال أسهل أو أدق في التعبير من كلمة نقل فأنا مثلا عندما آتي إلى صراف أو إلى مصرف وأطلب منه أن يحول لي مبلغ إلى شخص آخر في مدينة أخرى في البلد التي أنا فيها فهنا أنا أطلب منه إيصال هذه النقود قد يكون من نفس العملة التي أنا المبلغ الذي الآن أوصله قد يكون أريد أن أوصل بنفس العملة مثلا ريال أريد أن يصل الريال أو قد يكون معي ريال وأريد أن أوصل دولارات أو دولار فهنا دخل معنا مع عملية النقل عملية صرف طيب ولذلك بالنظر الفقهي نعم قبل أن نتكلم فضيلة الشيخة عن الصرف أنا لا أريد أن أتكلم عن الصرف ولكن أريد أن أقول الآن أن حقيقة عملية الحوالة يمكن اختصار التعبير عنها بأنها توكيل بأجر يعني أنا أوكل هذه الجهة سواء كان مصرفا سواء كان محل صرافة أو تحويلات أوكله بأن يوصل المبالغ هذه إلى شخص معين جميل هذه الحوالة فضيلة الشيخة فيما يبدو أنها من حيث الشكل وما تجري اليوم كأنها معاصرة أو حديثة نوعا ما هل هي كانت معروفة قديما يعني والفقهاء كيفوها أم هي هذه الحوالة التي نفعلها اليوم المصرفية أو النقدية وكما تفضلت هي إيصال وربما الإيصال لا يكون يعني نفس الأموال التي هنا نفسها ذاتها تذهب إلى هناك نعم كما أشرت أيضا أن الحوالة في الفقه الإسلامي كمصطلح قد يختلف أو هو في الحقيقة يختلف عن الحوالة في المصطلح الذي نتعامل فيه الحوالة المالية أو الحوالة المصرفية وقد يكون أحيانا مطابقا لكن الغالب الأعم أنه يختلف الحوالة في الفقه والشريعة كما تكلم عنها الفقهاء هي عبارة عن نقل الدين من ذمة إلى ذمة أنا مثلا على سبيل المثال يطلبني شخص بمبلغ من المال فنفترض مئة دينار فيطالبني بهذا المبلغ فأنا أقول له يا فلان أنا أحولك أو أحيلك إلى شخص آخر مثلا أنا زيد يطالبني بمئة دينار فأنا أحيلك على علي مثلا بهذه المئة لأنني أنا أطالب علي بمئة دينار فهنا بعد أن كان زيد يطالب عبدالستار سيطالب علي فأنا نقلت المطالبة من ذمة عبدالستار إلى ذمة علي فهذه هي الحوالة بالمعنى الفقه الذي تكلم عنه الفقهاء ونجد أن هناك فرقا ما بين هذا المعنى والمعنى الذي نحن بصدده وهو الحوالات المالية أو المصرفية صحيح لا سيما أن هنا فيه دين ربما في الحوالة لا يكون دين نعم قد لا يكون هناك دين نعم السؤالي هنا الآن تحدثت فضيل الشيخ أنه أحيانا يكون عندنا عقد صرف لا سيما إذا كانت الحوالة يعني يريد أن يحول دولار إلى ريال وبالتالي هنا حوالة مع عقد صرف وهذا الأمر يتم من خلال الصراف محلات الصرافة أو من خلال المصارف ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر هنا؟ يعني كما قلتم دكتور غسان أن هذه معاملة تضمنت كما يقولون أمرين اثنين أو عقدين اثنين العقد الأول هو الحوالة والتي كيفناها لأنها وكالة بأجر والعقد الثاني هو عقد الصرف والفقهاء المعاصرين نظروا في هذا النوع من المعاملات وقالوا لا مانع من اجتماع الصرف مع الحوالة أو الحوالة مع الصرف وإذا تمت هذه العملية فلابد أن تراعى شروط الصرف ومن شروط الصرف اللي هو عقد الصرف في الفقه الإسلامي أنه إذا كان الصرف من عملة إلى عملة مغايرة فلابد من القبض الفوري أي التسليم عند إبرام عقد الصرف وهنا لعلكم دكتور غسان تريدون أن تلفتوا الانتباه إلى أنه كيف يتم هذا القبض في عمليات الحوالات لأنني عندما أريد أن أحول دولارات إلى الريال أو العكس فأنا أسلم دولار ولا أستلم شيء وإنما أستلم ورقة فأين تظهر عملية هذه القبض هل أنا أستلم الريالات وبعد ذلك أقول له حول لي هذه الريالات أو انقلها أو أوصلها إلى الشخص الآخر الحقيقة أن العملية كما يعلم الجميع في التحويلات أن الصراف أو الجهة التي تقوم بعملية التحويل لا تسلم نقدا وإنما يتفقون على سعر الصرف الريال مقابل الدولار وأسلم أنا من طرفي مثلا الريالات وهو يسلمني سند أو ورقة أو وثيقة فيها المبلغ الذي تسلمه وسعر الصرف والمبلغ الذي تم تحويل العملة إليه بالدولار مثلا ويكون التسليم مثلا بعد ساعات بعد أيام حسب الطريقة التي يتفقون عليها فيطرأ هنا السؤال هل تحقق شرط التقابض في عملية الصرف وهو أهم شرط في عقود الصرف في الفقه الإسلامي نقول الفقهاء المعاصرون نظروا إلى هذه المسألة بنظرة الواقع وصدر أيضا قرارات عن مؤتمرات ومجامع فقهية أجازت هذه المعاملة وبينت أن القبض الذي يطلب في عملية الصرف قد يكون على أحد صورتين إما أن يكون قبضا فعليا بمعنى أنا أسلم ريال وأستلم فعليا دولار وهذا هو الأصل وقد يكون قبضا حكميا معنى القبض الحكمي أننا أجرينا عملية مكننا فيها الطرف الآخر أو أجرينا إجراء مكننا فيها الطرف الآخر من تسلم النقود المقابلة يعني هو سلمني ريالات وأنا سلمته أو عملت إجراء مكنه من الدولارات ما هو هذا الإجراء؟ والله كتبت في القيود عندي وفي الوثيقة أنه والله تم صرف أو تحويل المبلغ مبلغ كذا لصالح فلان من فلان هذا القيد وهذه الوثيقة يعتبرها الفقهاء قبضا حكميا تصح معه المعاملة وبالتالي استوفينا شرط عقد الصرف الذي يتم في عمليات التحويل من عملة إلى عملة أخرى طيب فضيلة شيخ تحدثت عن القبض الحكمي وأنه يقوم مقام القبض الحقيقي من خلال القيد المصرفي الذي له عدة صور منها الشيك ومنها التقييد في الحساب ونحو ذلك السؤال قد يتبادر أن هذا القبض أحيانا ربما البعض يقول أنه سوري ربما ما تتحدث فيه في المصرف هذا يقينا طالما أنه المصرف عنده نقود حقيقة وعنده نقود لعلها يكون نقود وعملات متنوعة عنده لكن حقيقة في المحلات الصرافة قد يقول قائل أن هذا المحل لا يوجد عنده مثلا الريالات حقيقة لا يوجد عنده ربما بعض النقود أو بعض العملات لا سيما إذا كانت ليست عملات قوية لبلدان قوية هو بالتالي قد يقول قائل أن هذا الإصال الذي أعطاه إياه هو شكلي بدليل أنه لو طالبه مثلا بعملة الريال أو العملة السورية أو اللبنانية أو العراقية لن يجد عند هذا الصراف تلك الأموال وبالتالي البعض يقول أنه أصلا ما في عنده حساب هذا العميل أو هذا الذي يريد أن يحول الفلوس ليس عنده حساب عند هذا المصرف هل ثم تفارق بين هذا الإصال وبين الإصال الذي يعطيه المصرف يعني لا بد أن نلفت الانتباه إلى أن شركات الصرافة خاصة التي تتولى عمليات التحويلات المالية هذه كلها أخي الكريم تخضع أولا ترخص من قبل الدولة وتخضع لرقابة وإشراف البنوك البركزية لهذا السبب الذي أشرتم إليه لأن هذه أموال ويتم تداول فيها مبالغ كبيرة وعبر دول فلا بد أن تكون منضبطة وحتى لا يقع الناس عرضة للخداع والغش والتزوير لا سمح الله الذي يعني يمكن أن تسول بعض النفوس تسول لها نفسها هذا الأمر ولذلك شركات الصرافة ترخص تراقب أعمالها من قبل البنوك المركزية مثلها مثل البنوك في هذا الشق أقصد في أعمال الحوالات حتى إذا أرادوا أن يفتتحوا فرعا فلا بد أن يكون هذا الفرع مرخصا بعلم وموافقة البنك المركزي مثلا في البلد الذي فيها يعمل محل الصرافة فمحلات الصرافة الحقيقة هي تقوم بأعمال البنوك وبالتالي ينطبق عليها ما نريد أن نقوله ما ينطبق على البنوك فقيودها قيود رسمية وقيود حقيقية ولا يسمح لها النظام بأن تتعامل بما لا يكون عندها من أموال ومعلوم كما أن البنوك لها شبكة من المراسلين أي البنوك المراسلة كذلك هذه المحلات لها شبكة من المراسلين سواء من البنوك أو من محلات الصرافة في الدول الخارجية ومعلوم أنها أيضا تحتفظ بجزء من أموالها لدى هذه الشركات فهناك علاقات مشتركة ومتبادلة بين محلات الصرافة بين مختلف الأقطار هناك شبكة من العلاقات وبالتالي قد لا تكون الأموال الخاصة بشركة الصرافة الآن موجودة هنا ولكن قد تكون موجودة في حسابه في الدولة الأخرى التي ستتم عليها التحويل فهذه كلها تجعلنا مطمئنين إلى أن هذه العمليات صحيحة وليست شكلية أو سورية هل يمكن عن طاق الفردي فضيل الشيخ أن يقول إنسان يتاجد بهذا الأمر دون أن يكون مرخص له مثلا ويبدأ بتحويل بعض الأموال ويتفق مع إنسان معين هنا ويقول له أنا أوصل لك المال في البلد الفلاني اذهب إلى هناك ويتم عملية المصارفة وأيضا يقوم بتقديم إيصال أو ورقة أو وسيقة تفيد أنه تم الصرف لا مانع من ذلك في نظري أن العملية بلا شك أنها عندما تتم عن طريق القيود المصرفية عبر المصارف أو عبر شركات الصرافة هي ذات صبغة رسمية ولكن لا مانع أن تتم أيضا بين الأفراد ولكن بشرط أن يستسوف الجوانب الشرعية فإذا استوفيت الجوانب الشرعية فلا مانع طبعا تبقى قضية والله مخالفة القوانين أو مخالفة الاشتراطات الجهات الرقابية وكذا هذه قضية قانونية خاضعة للمساءلة يتحمل صاحبه لكن على مستوى الأفراد يعني لو أنا قابلت شخصا وأراد أن يسهل علي عملية والله إيصال مبلغ لشخص آخر في بلد آخر وقال لي أنا لي أموال عند فلان أعطني هنا وأنا أأمر فلان بأن يسلم ما يقابل الأموال التي تعطيني إياها مثلا بالدولار أو باليورو إلى الشخص الذي تريده أنا أقول هذه ما في مانع منها من النهاية الشرعية هنا فضيلت الشيخ ربما يسأل يعني موضوع الإيصال هنا أين هو وهو أيضا هنا يعني لا نضمن عنده فلوس ولا يعني هنا في كثير من الناس يعني ربما يشكك في عملية القبض الحكمي يعني هو حتى يقول أنه المصرف حتى ينفرض أنه ليس عنده هذه العملة كيف يعني هل وجودها في فرع آخر يقوم هذا المقاب وهل يمكن قياسها على الأفراد نفس المثال الذي سقته فضيلت الشيخ يعني نرجع ونقول أن القيد الأول أو الشرط الأول هو استفاء الجوانب الشرعية القبض الحكمي مدام جاء في أو بالأحرى القيد المصرفي مدام اعتبرناه قبضا حكميا فيمكن أن يكون هذا القيد بين الأفراد لا مانع ولكن يوثق بطريقة مختلفة يعني المقصد هو أن ليس من مستندات الفتوى بأن القيود المصرفية هي قبض حكمي كونها مثلا تتم في المصارف يعني ليس من مستند الحكم هنا لم يستند لأنها تمت في المصرف وإنما لأن المصارف عادة هي التي تقوم بذلك فمتى ما تمت المعاملة بطريقة مشروعة ولم يكن فيها تحيل على الضوابط الشرعية نقول هذا مقبول من الناحية الشرعية وإن تم بين الأفراد يبقى أن والله بعض الأفراد كما قلنا قبل قليل تسول لهم أنفسهم أن يتعاملوا ويحتالوا هذا أمر يخضع للمساءلة الشرعية والقانونية فلا أرى حرجا في ذلك إذا تم يعني بالضوابط الشرعية أنا لي سؤال فضيلة الشيخ لكن دعني أوجله بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في برنامج دين ودينار نتحدث عن الحوالات المالية وعن أحكامها فضيلة الشيخ كنت أود أن أسألك قبل الفاصل حقيقة عن طبيعة هذا الإيصال لأنه حقيقة كثيرا ما نسأل وتصلوني بعض الأسئلان أنه أحيانا يكون كلا المتعاقدين بعيدين عن بعضهم البعض ربما يفتح له هاتفا ويقول له يعني أريد أن تصرف لي عشرة آلاف دولار مثلا بالعملة الفلانية أو اشتري لي وقيده في حسابي كيف يمكن تصحيح مثل هذه العقود عن طريق الهواتف والمتعاقدين بعيدين عن بعضهم البعض وكما تعلمون يشترط التقابض في مثل هذه المعاملة كيف يمكن تصحيح هذه المعاملة يعني نعود إلى النقطة الأساس التي ترتكز عليها هذه المسألة وهي مسألة القبض اشتراط القبض عند تبادل العملات المختلفة وقلنا كما قبل قليل أن القبض إما أن يكون فعليا بالمناولة أو حكميا وعد الفقهاء المعاصرون ومنهم مجمع الفقه الإسلامي صدر عنه قرار بأن القبض الحكمي يكون بطريق المناولة وقد يكون بطريق القيد المصرفي كي يكون إيداع نقدي مثلا في الحساب أو يكون حوالة على الحساب كذلك ممكن أن يكون بطريق الشيكات وخاصة تحديدا الشيكات المصدقة وممكن أن يكون عبر بطاقات الاعتمان الفواتير أو الأوراق التي تصدر اللفظ الأجنبي هو الدارج الآن صحيح الاسلب أو الفاوتشر هذا الآن الذي يظهر هو بمثابة قيد ويعتد به من الناحية الشرعية الآن الصورة التي تفضلتم بها وهو أن يتصل عليه ويقول له كم سعر الدولار اليوم فيقول بكذا فيقول والله اشتري لي عشرة آلاف دولار نعم هنا أين يظهر عملية القبض هنا نقول لا بد من يعني إجراء إضافي وهو مثلا الحل في هذه الحالة أن يوكل شخصا عنه في قبض الدولارات أن يوكل عنه شخصا ويمكن أن يكون هذا الشخص موظف لدى البنك فيكون عندي موظفين بنك يجري في محل الصرافة موظف يجري عملية الصرف وموظف آخر وكيل عن الشخص الذي اتصل بالهاتف ليقبض هذا المبلغ نيابة عنه ويحتفظ به لديه فعملية التوكيل تنوب مناب القبض بالنسبة للأصيل كما يقولون الوكيل يقوم مقام الأصيل نعم وبالتالي تنقضي هذه الإشكالية إذا قام الشخص الذي اتصل تليفون بتعيين موكلا له أو وكيلا عنه في قبض هذه المبالغ فقد يكون هذا حلا مناسبا يعني هو الطرف الآخر خاصة إذا ما في عملية تحويل يعني هذه المسألة لما لا يكون في عملية تحويل ليس في هناك طيب هل يكون نفس العاقد وكيل أيضا عن الطرف الآخر أم لا بد أن يكون طرف ثالث يعني هي القواعد الفقهية تقبل ذلك الأمر ولكن الفقهاء منعوا هذه الصورة بحيث أن يتوكل شخص واحد عن طرفي العقد درءا لعدة أمور يعني قد تفسد المعامل وذلك أغلب الفقهاء على عدم جواز تولي شخص واحد طرفي العقد خاصة في مثل الأمور التي فيها اشتراطات كمثلا عقد الصرف الذي يتطلب أن يكون هناك في إقباض والإقباض لا يتصور إلا من وجود طرف وطرف مقابل فنقول لا ينبغي أن يتولى هذه العملية شخص واحد وإنما شخصي هل يمكن يعني هنا أريد أن نسأل يعني هذا الذي أحد المتعاقدين أن يفتح حساب مثلا للطرف الآخر أو أن يعطيه شيكا مثلا أو وثيقة معينة معاصرة اليوم تقوم مقام القبض ويصل هذا الأمر طبعا هذه أيضا من الأمور الجائزة يعني على سبيل المثال لكن نحن نتصور العملية أنه يعني مثلا حتى لو شيك يحتاج إلى إقباض يعني تحرير الشيك وحده يحتاج إلى تسليم يحتاج إلى إقباض فوجود الشخص الذي يستلم أو يتسلم هو أفضل من أدق وأسلم طيب أنا أيضا أسأل هنا هل يمكن أن يدع له هذا المال لو أنه يعني هو يجري هذا العقد من خلال يعني إنسان يعرفه فيقول له أودع لي هذا المال تلك الدولارات في حسابي في البنك الفلاني هذا الإدع هل يمكن أن نسميه قبضا هذا الإدع بالتأكيد قبض لكن هو الإشكال أن يتم هذا القبض قبل تفرق العاقدين المعلوم أنه يتم القبض لكن متى يقوم بهذا الإدع هل يقوم به على الفور أو بعبارة على الفور بمعنى أنه أثناء انعقاد مجلس الصرف أو المكالمة الهاتفية فإن تم ذلك بلا شك هذا أمر كافي بأنه عقد معه الصرف وأودع له العملة في حسابه مثلا في البنك الآن لتسهيل الصورة أكثر طيب تسمح لي دكتور قبل أن تتكلم عن الصورة معي أخ عبد الله بسعى الهاتف حتى لا ينتظر كثيرا أخ عبد الله اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رحب بالسيخ ورحب بك حياكم الله حياكم الله الله يقال لك نحن عندنا في إذراقيا شيء يسمو تبدير الثقة نحن ما عندنا هنا في تحول بالدنار والله بالدرهم والله بهذا لكن فيه تاجر أنا بيني من أجلها أتصل عليه أقول له ما ذلك تحول لي مبلغ ألف درهم نعم ألف درهم هو يحول لي وأبعدين نحط له نصفة محساب يأخذها حتى هناك في الغرض في إذراقيا لكن أنا شخصيا يعني عندي صيغة صويتها هل تجوز ولا ما تجوز يعني هذا الشخص الحكم وكثرة المحاملة معها طارها ما زلنا بيني مع أسيقه أنا أقول له أنت استنف للمبلغ بالعملة الفلانية وأنا أخذيه بالدرهم هنا حتى يعني إذا فيه شفا نكون أنت جاوزها فهل هذه الصيغة صحيحة أو لا ما هي صحيحة طيب أشكرك أخي عبدالله تسمع رأي فضيلة الشيخ حول هذه الصيغة وإذا كانت فيها محظور ما هو المخرج الشرعي فضل فضيلة الشيخ يعني أخشى أن هذه الصيغة يعني يشوبها إشكال من الناحية الشرعية لأنه عندما يقول له أنا أتفهم حاجة الأخ قد لا يكون هناك سهولة في أن يصل إلى محل الصرافة مثلا في الوقت المناسب لكي يقوم بعملية الصرف والأسعار تختلف فيطلب من الصراف نفسه أن يقرضه المبلغ لهذه الحقيقة أن الصراف هنا سيقرض الأخ السائل مثلا هو عبدالله سيقرضه مبلغ الألف ثم يحولها لصالحه إلى العملة الأخرى وربما يكون التحويل معه أو بالأحرى يعني يصرفها أولا ثم ينقلها إلى مكان آخر فهنا اجتمع مع الصرف والحوالة جمع فيها معهما القرض صحيح ومعلوم أن اجتماع القرض مع أي عقد من عقود المعاوضات كما يقولون باللهجة العامية يشب بالضوء الأحمر صحيح يعني يصبح هناك عندنا إشكال الفقهاء عادة يعني يستندون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن بيع وسلف عن بيع وقرض وغير ذلك من الألفاظ التي وردت في الحديث النبوي والأثر أيضا المعروف يعني لديكم فضيل الشيخ كل قرض جرى نفعا فيما يبدو أنه الآن أصبح وسيط يعني لكن سؤالي دكتور ربما أحيانا فضيل الشيخ لا يكون هناك قرض يعني هو بالهاتف يقول له حول لي وأنا سأعطي وهذا هو يحول لي بمعنى أن أقرضني يعني كما يقولون لما الفقهاء يقولون أعتق عبدك فلان عني معناه أنا اشتريته وأعتقته فهنا في إضمار لعملية الإقراض موجودة يعني الصراف هنا سيقرر عبد الله الأخ عبد الله سيقرضه أصبح هناك قرض يعني هو ربما فضيلة الشيخ أنه تمت لعملية الصرف بالمواعدة أنه أنا رح يجي أعطيك يعني على فرض أنه قال له هذا الكلام وأنه بس تأخر التقابض الآن هذا اللي ما رأيك يعني بمعنى أنه يريد أن يصرف له المال ويعني يجعله عنده مثلا لا يحوله لا لا يحوله أكيد يعني هو بعد الصراف هذا حوله يعني هو مدام عمل عملية الحوالة فهنا تحقق الاقتراض يعني هو نقل أصلا وتصرف في المال ونقله إلى مكان آخر أو أوصله إلى مكان آخر فليذي يظهر أن القرض هنا قام ولا يمكن تخريجها على أنها نوع من المواعد أو الوعد ومعروف أن المواعدة على الصرف إذا كانت ملزمة غير جائزة وإذا كانت ملزمة لطرف واحد فهي جائزة وإذا كانت غير ملزمة للطرفين لا مانع منها فالمواعدة على الصرف ليست صرفا فهنا الإخوة قد صرفوا يعني أتم العملية وأنجزها فلم تعد مواعدة وإنما تمت العملية فبعض أنها تمت فلا بد أن نكيف العلاقة الآن قبل أن يصل الأخ عبد الله إلى الصراف ويعطيه المبلغ ما وصف الحالة؟ عبد الله مدين لصالح الصراف والصراف ودائن فإذا تامت عملية مدائنة وإقراض فهذه عملية قرض ومعها صرف ومعها وكالة بأجر أو حوالة وبالتالي قد يشوبها إشكال بعض الفقهاء قالوا إذا تم الصرف بنفس السعر الصرف السائد يعني بشكل لم يتدخل لم يراع فيه الإقراض وأن الأجر الذي يأخذه على التحويل لا يختلف فيما لو أنه كان عنده المال أو سلمه المال أو كان عبر الهاتف يعني صار فيه إقراض قالوا الآن أخذ أجر المثل وانتفت عنها الشبهة فلا مانع لذلك نقول نحن هنا ننظر هل سعر الصرف روعية فيه عملية الإقراض؟ وهل أجر التحويل روعية فيه عملية الإقراض؟ إذا روعية فيهما ذلك فالمعاملة يحكم بعدم جوازها أما إذا لم يراع وكان بسعر المثل أي بأجر المثل تم الصرف بالسعر السائد في السوق الذي مثلا محدد من جهة مستقلة وتم الأخذ الأجر المعهود الذي يأخذه الصرف عادة على كل المتعاملين معه الذين يحضرون ويسلمون نقدا ففي هذه الحالة يتوجه القول بالجواز ولا حرج في ذلك أحيانا فضيل الدكتور فرشيخ عادة أغلب الصيرة فلا سيما إذا كانت من خلال العلاقات الأصدقاء ونحو ذلك تتم هكذا لا يجتمعون حقيقة المتعاقدين غير موجودين في مجلس العقد ولا بد فيه من التقابض وهنا تأتي الإشكالية ونحن بحاجة إلى ما يسمى المخرج الشرعي ولا سيما في مثل هذه الأيام يعني الأمور فيها لها مخارج كما قلنا أحد المخارج هي التوكيلات التوكيل عندما يكون هناك لي وكيل عند الطرف الآخر يستلم عني ويسلم عني هذه الأمور تصبح سهلة ممكن يكون هو له وكيل عندي وأنا لي وكيل عنده فالأمور تصبح سهلة فتسليم الوكيلين ينوب مقام تقابض الأصيلين الآن أريد أن أشير إلى قضية قد تكون نافعة للناس وهي ما نطلق عليها الصرف في الذمة يعني الصرف في الذمة من الأمور التي أيضا تحدث عنها الفقهاء وأجازوها فقد يكون لي دين على فلان وأحتاج إلى مثلا أو أديه بعملة مختلفة هنا تتم عملية صرف في الذمة لا يحتاج هنا القبض لأن الدين يقوم هنا في الذمة يقوم مقام القبض فأنا لي على فلان مثلا مئة دينار وأريد أن أقضيها الآن بالدولار نتفق على سعر الصرف وأسلم له مثلا الدولار مقابل ثلاثة فأسلم له عفوا ثلاثمائة دولار كيف يمكن الاستفادة من موضوع التصارف بالذمم الذي تفضلت بها في عقد الحوالي أنا أريد أن أشير إلى بعض المعاملات تتم ويظن الناس أن فيها إشكال من الناحية الشرعية ليس فيها إشكال من الناحية الشرعية وهي قضية التصارف في الذمة يعني الناس أحيانا يحولون لبعض أموال سدادا لديون على سبيل المثال فهذه لا إشكال فيها إذا كانت العملية سداد لدين أنا لي على فلان دين بالدولار وأريد أن أقضي بالدرهم أو بالدينار فعملية الصرف هنا لا نحتاج إلى إقباط فعلي فأنا هنا أريد أن أشير أنه يرفعنا الحرج في هذه المعاملات ما دامت عمليات صرف في الذمة يعني فيها صرف في الذمة هذا مخرج جيد يعني لما ما نضيق أنا سيقول يشترط أن تحضر الدنانير وهو يحضر الدولارات ويتم التقابض الفعلي هذه قد تكون فيها صعوبة لكن ما دام في الذمة فهذا يفتح الباب إن شاء الله هو أنا دكتور فضيل الشيخ أود توضيح الأمر بمثال كيف يمكن أن تساعدنا موضوع التصارف بالزمم الآن إنسان مقيم على بلد آخر ويريد أن يحول إلى طرف آخر كيف يمكن الاستفادة من موضوع التصارف بالزمم وقد ورد فيه حديث كما تعلم عن ابن عمر ويريد من فضيلتكم أيضا يعني تقولون لنا هذا الحديث حتى يكون الأمر واضح معي الأخ عبد الله مرة أخرى فضيلة الشيخ خلينا نأخذه كأنه له تعقيب عبد الله فضل وعليكم السنة يا شيخنا هو الزيادة عليها ما يجد عليها مبلغ بالأكس يعني هو رأيني في المبلغ أحيانا يعطي لي أنا الزيادة هو لأنه دائما يعني يعني معي ثقة يعني يعرف أنه فلوسي موحدة وأخي عبد الله الموضوع ليس موضوع زيادة نحن نتكلم عن موضوع التقابض يعني هو لكن هو كان يعني شعر الدرها مثلا 84 المنصوص يعني عن زيادة الحين هو أنا يبدأ يعطي 84 يعطيني 85 أو 86 ما يأخذ مني حتى فلوسي مبلغ ما يأخذ مني يعني فلوسي زيادة وبعدين هو المبلغ عنده وزل في فلس هو عنده الفلوس هو بالنفس طيب هو فلوسه عنده الفلوس في البلد طيب بس مكالمة يقول أخذ مني الإفلام عنده فلانتين يعني تسمع الجواب شكرا عنده بس أسأل الأخ عبد الله يقول عنده فلوس في الذمة يقول الأخ أخذ مني فلوسي حتى يعني بربع طيب فضيل شيخ بدأ تسأل أو لا واضح الأمر لا واضح شكرا لك أخي عبد الله وتسمع إن شاء الله والإجابة بعد هذا الفصل ستكونوا معنا مشاهدة الكرام شكرا للمشاهدة مرحبا بكم مشاهدة الكرام مرة أخرى في برنامج دين ودينار مع إتصال من أخ أبو عمر من الرياض فضل أبو عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت ودي أسأل فضلت الشيخ نعم حاليا نزل على السوق في أحد المعاملات النصرفية الحديثة اللي هي يسمونها money transfer أو electronic money transfer عن طريق بطاقات الاعتمال أو بطاقات بيزا وماستر كار نعم الحين بالنسبة بطاقات بيزا وماستر كار اللي فيه جزء منهم اللي يسمى credit card أو بطاقات الاعتمال نعم فحقيقة المبالغ المحولة لم يتم التقاغب فيها عند التحويل وأنما تكون هي حسابات في الزمة ويتم القبض من الجهة المحولة إلى الجهة المستفيدة بشكل مباشر فالمستفيد يستنم لشيء لم يقبض من الجهة المحولة فهل هذا يجب الشرع خليك معي أبو عمر فضيل الشيخ لك أي سفسار حول هذه العملية لا واضحة العملية نعم شكرا أبو عمر تسمع الجو فضيل الشيخ أنا أعلم خبرتكم طويلة في موضوع لا سيما هذه المعاملات بالذات أنا أركز حقيقة أنه مع هذا التطور والوسائل الحديث ينبغي أن يكون هناك نوعا ما مرونة في المعاملات المالية التي هي الآن أصبحت محسوبة على الاقتصاد الإسلامي كيف يمكن يعني لماذا هذه الشدة ربما يقول البعض أنه هناك تشدد كثير يعني وهذا الأمر ربما يعيق كثير من المعاملات التجارية معي من العراق أبو هاني وعليكم السلام ورحمة الله عفوا شيخ سؤالي إن شاء الله فضيل سؤالي أول أمونات التحوي يعني نتكون شكرا نعمل connection بين بعضهم يعني كيف تكون شركة في عمان وشركة في الكويت فلما يكون العمولات التي تستطع من الجمهور يعني 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 20 دولار يتحول من حمان وحفظ صحيح الثاني أقصد أنه رابط رابط معروف معروف أخري أبو هاني مدى مشروعي تواي السؤال الثاني بالنسبة بالنسبة السؤال فإنما يكون مدخول فيما زاد عملة من الدولة من الضيج المركز يكون تحديد أيام يعني كيف تتفيل في نفس اليوم يعني بعض الأحيان يعني في السابق كان التعليمات في ثاني يوم أصبحت تعليمات من الضيج المركزي التفيل خلال سبوع وفي سعر سعر الدولة ثابت يعني سعر سعر الدولة في ديع العملة الصعبة والدولة يكون ثابت يعني غير متغير ولكن الممكن كده في فترة أنه التقابل تسليم والتقابل تستنم على سبيل الحد بالنبي بعد طيب تسمع الجواب فتسمنا الدولة يعني فهمت فهمت لا يوجد تقابل واضحة الصورة إن شاء الله تعالى تسمع الجواب شكرا لك أخي أبوهاني أنا أدع الكلام لك فضيلة الشيخ أدع للأخ عبد الله حتى نرد عليه وننهي القضية التي أثارها نعم باختصار للأخ عبد الله قلنا أن المعاملة بهذه الصورة صار فيها ثلاث عقود فيها قرد وفيها صرف وفيها حوالة فإذا اجتمعت هذه العقود نقول لا مانع ما لم يكن هناك زيادة في الأجور أو في أسعار الصرف فإذا تفضل الأخ عبد الله وقال نتيجة الثقة هو يعطيني سعر تفضيلي عن ما هو في السوق فنقول لا هذا من باب أو لا يعني كما قلت تتوجه القول بالجواز ولا حرج وبالنسبة لمسألة القبض فقلنا نحن أن هناك فصل ما بين ثلاث إجراءات إجراء القرض فهو أقرضني ولم يقبضني فالقرض أنا الآن صار كما يعني كما لي عند الصراف مبلغ ألف دينار قلت له بعد ذلك صرفه لي فهنا عملية صرف تمت مع وجود القبض يعني الذي يظهر ذلك والله أعلم تمت عملية صرف بالذمة هنا فضيلة الشيخ تمت عملية صرف لا ليست في الذمة لأنه هو الآن يعني المفروض أن يسلمني ألف دينار اللي هو القرض مبلغ التحويل اللي أنا اقترضته منه أو الأحرس يدفع عني نعم فهو الآن يقرضني ألف ويدفعها عني فهو قام بعملية الصرف من جانبين يمكن أن يكون يعني يمكن أن نعتبرها صرف في الذمة يعني قد يكون لأنه في ذمته الألف هذه نعم وممكن أن نعتبرها نوع من الصرف في الذمة فأنا أقول لا حرج في هذه الصورة والله أعلم نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب آمين سنعود إلى التعليق في مواضيع كثيرة لكن الأخ أبو عمر من الرياض يتسأل عن بطاقات الاعتمان والمبالغ المحولة عند التحويل يقول يعني حوالي لا تتم بشكل مباشر يعني هذا يكون محبوس يعني ما يسمى حساب في الذمة ما رأيك حول هذا الموضوع هذه العمليات وربما ينطبق عليها ما جاء في جزء من قرار المجمع الفقر الإسلامي بخصوص القبض الحكمي حيث نص على أن بطاقات الاعتمان هي نوع من القبض الحكمي فأنا عندما أسجل عبر بطاقة الاعتمان عملية تحويل فهنا عملية القيود التي تتم عند البنك هي بمثابة القبض الحكمي في تسلوم العملة الذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج في مثل هذه العمليات لأنه تتم عملية المصارفة وثم يتم نقل الأموال لاحقا تستغرق يوم أو يومين حسب المدد يعني يعني هنا يسمونها الحجز دكتور فضيل الشيخ أنه حجزوا هذا المال لكن لم يتم تحويله فعلا يعني بشكل حقيقي يعني لكن بشكل في عمليات بطاقات الاعتمان كما نعرفها بطاقات الاعتمان عادة البنك يدفع عن العميل وهي تشبه الصورة يمكن عفوا صورة مطورة ومنظمة عن صورة الأخ عبد الله يعني البنك هنا بطاقة لم تنطوي على إقراض صحيح فالبنك الآن يدفع نيابتنا للعميل وبعد ذلك يستوفي من العميل لا يحجز لو كان حجزا كانت بطاقة ديبيت كارد ليس كريدت كارد ففي الديبيت كارد نعم يحجز المبلغ في حساب العميل لكن في الكريدت إذا أراد أن ينفذ عبر الكريدت فهو يدفع عن العميل وإن لم يكن عند العميل يعني لا ينظر إلى ما عند العميل أو الرصيد الذي لدى العميل هو يدفع عن العميل وبعد ذلك يقتضي من العميل المبلغ وبالتالي هي تشبه صورة الأخ عبد الله ففيها نوع من الإقراض وفيها إقراض وعملية صرف لا أرى فيها حرج الله أعلم أبو هاني فضيل الشيخ تسأل عن العمولات عمولات التحويل وتعرف يختلف أحيانا يأخذ بالنسبة أحيانا مبلغ مقطوع مدى مشروعية هذا الأمر قلنا أن التكيف الشرعي لعمولات الحوالة أو للحوالة نفسها لأنها توكيل بأجر وهذا هو التكيف الأقرب للصواب في نظرنا والله أعلم والوكالة بأجر يجوز أن يأخذ عليها الإنسان أو الوكالة يجوز أن يأخذ عليها أجرا وقد يكون هذا الأجر مبلغا مقطوعا وقد يكون نسبة من المبلغ المحل النقل أو كذا وكلاهما جائز لا حرج فيه حقيقة نشير هنا إلى مواردة في قرار مجمع الفقه الإسلامي أظن في دورته التاسعة قال بالنص أنا أقرأ عليكم هنا الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها بتحويلها أو تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي وبعد ذلك قال في بقيت قرار وإذا كانت بمقابل فهي وكالتهم بأجر ربما قرأ المجمع ضيق المسألة بعض الشيء فقال في حدود الأجر الفعلي ولعل الصواب أنه في حدود المتعارف عليه يعني الأجور المتعارف عليها في السوق هي الأصوب فإذا كان هذا هو السعر السائد في السوق لا أمانع إن شاء الله ما في حرج فيه عمولات التحويل فضلت الشيخ يعني طالما تتكلم عن التكييف قبل أن نكمل مع الأخ أبو هاني هناك من العلماء من كيف الحوالة على أنها سفتجة وبعضون كيف على أنها كفالة ما رأيك بهذه التكييفات يعني لا يظهر لي والله أعلم صواب هذه التكييفات لأنها لا تنطبق بشكل تام على صورة الحوالة المعاصرة السفتجة فيها إقراض من الشخص لشخص يقوم بنقل الأموال أي نعم وهنا ليست فيها ليست فيها إقراض يعني العملية ليست فيها إقراض الآن لا يصبح البنك مدينة لي بهذا المبلغ فهي والله أعلم بعيدة عن السفتجة هي تقترب من السفتجة وكمعاملة يعني عرفها الفقه الإسلامي ولكنها يعني أقرب إلى الوكالة بأجر أي نعم الموضوع أنها أيضا بعض منهم يعني قال أنها حوالة هي نفسها في الفقه الإسلامي أيضا بعيدة نوعا ما أيضا بعيدة كما قلنا لأن حوالة الفقه الإسلامي هو المدين يحول أو يعني من الدين من ذمة إلى ذمة من ذمته إلى ذمة أخرى هنا البنك ليس الذي يحول العميل هو الذي يحول مختلف نعم موضوع تأخر التقابض أنا أعلم أنه بعض يعني فيه قرار ما أدري مدى يعني لو تذكرنا أنه يجوز التأخير بعض يومين أو ثلاثة أيام عدى يومي العطل الرسمية ما المعنى في هذا فضيل الشيخ؟ هما الحقيقة الفقهاء والمجمع نظر في العمليات التي تتم في أسواق العمولات فنظر في الواقع فوجد أن هناك عملات تسمى الصرف الفوري وهناك الصرف الآجل وهناك الصرف المستقبلي الصرف الفوري عندما يطلق في عرف العمليات المتاجرة في العملات أو صرف العملات دوليا كمفهوم عمليات تتم عبر الشاشات وهذه تتم عبر القيود ولا تتحقق آثارها فعليا بسبب أنها تتم عبر الدول إلا في خلال 48 ساعة وأحيانا تمتد إلى 72 ساعة فهنا المجمع نظر إلى أن هذه المدة إلى أن يتم نقل الفعل من حساب إلى حساب عبر الدول قال هذه مدة مغتفرة وليست مقصودة في التأجيل ليست من صنيع المتعاقدين يعني نعم ولا يتعاقد عليها الناس ليست من مقصودهما لأنه من يريد أن يتعامل بصرف آجل موجود وله طريقة مختلفة عن الصرف الفوري فلكن الصرف الفوري لأنه يتم عبر الدول وعبر مناطق متباعدة أجاز الفقهاء أن يتم وهذا الكلام بقرار من مجمع الفقه وهذا ما اختارته هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية في معيار صرف العملات ونوه هنا بعض الفقهاء قالوا خلال هذه الفترة لا يجوز التعامل على العملة التي هي قيد النقل حتى يقضها حقيقيا لكن هل هناك بعضهم يقول أن هذا له أصل في الفقه المالكي بفضيلة الشيخ التأخير لا ما عندي علم في هذا المالك طيب موضوع أبو هاني يتسأل عن المزاد أو تأخر تسليم العملات لا سيما مع المصرف المركزي أسبوع تقريبا كقانون يعني هو أشار إلى أنها كانت خلال أيام وهذه أيام مغتفرة نحن ننظر إلى مقصود المتعاملين إن كان هذا التأخير مقصودا لذاته فهنا المعاملة يكون فيها شبهة يعني ربما يستفيدون من خلالها أما إذا لم تكن مقصودة وربما ترتيبات الدولة أحيانا خاصة في دولة مثل العراق ربما الظروف القائمة لا تسمح لهم بتنفيذ العمليات بشكل نظامي سهل ربما يكون لها وجه لا نستطيع الحقيقة أن نعطي حكما بالجواز أم عدم الجواز حتى نقف على حقيقة هذه المعاملة والدواعي التي أدت إلى تأخيرها مدة أسبوع إن كانت هناك دواعي مجردة أيضا موضوعية لا علاقة لها بالأطراف لا يستفيد من التأخير هذا أحد نقول يمكن أن يكون لها وجه ولا حرج في ذلك تخريجا على ما قرره مجمع الفقه في المسألة هذه حقيقة فضيد الشيخ أنا عندي قضايا كثيرة لكن المخرجة بإلي خلص الوقت تنتهى الوقت كنت أسألك حقيقة عن الحكمة لماذا هذا الشرط التقابض وهل هناك من حكمة عملية يمكن أن نلتمسها لكن الوقت حقيقة أدركني ولعلنا إن شاء الله في لقاءات أخرى نتحدث عن هذا الموضوع أكثر من ذلك أشكركم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به مشاهدي الكرام باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبدالستار القطان المدير العام لشرك الشورى للإستشارات الشرعية والخبير أيضا في المعاملات المالية أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتبع أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة